موسيقى موسيقى السلام عليكم اذا لا حديثة في الشارع المغربي والشارع الاسباني الا على لقاء القمة المنتظى برسم دور 16 من كأس العالم بين المغرب واسبانيا لقاء مهم مصيري لا يقبل القسم على اثنين ولقاء ستلعب على الجزئيات الصغيرة المنتخب المغربي وهذا الجيل لديهم فرصة ذهبية لكي يدخلوا بالتاريخ من اوسع ابوابه ويحققوا افضل انجاز المغرب في تاريخ المشاركة في كأس العالم وهو الوصول ان شاء الله وبإذن الله لربع النهائي على الورق نسبة كبيرة من المحللين كلهم يرشحوا اسبانيا لكي تأهل وهذه المسألة تصب في مصلحة المنتخب الوطني المغربي في حلقة اليوم سوف نعطيكم سبعة الالحاجات كتخلي الكفة تامية لصالح المنتخب المغربي للتأهل ان شاء الله لربع النهائي اول حاجة منتخب الاسباني منتخب شاب في طور التأسيز مازرك يقلب على رأسه مزيج بين لاعبين شباب ولاعبين عندهم خبرة إذا سولتكم كجمهور أعطينا نجوم المنتخب الاسباني بيدري لاعب شاب متوسط البارسة قابي متوسط ميدان البارسة أيضا لاخداء جائزة جوردي ألبا احتياطي في البارسة الظاهر أيصر ضاهر أيمن احتياطي في تشيلسي موراطا احتياطي في أتليتيكو دي مادريد أنصوفاتي احتياطي في البارسة فيران توريس احتياطي في البارسة إذا كان لديهم ماد أسماء لدينا حاكم زياج لدينا المرابط لدينا المزراوي لدينا حاكمي لدينا بونو لدينا نعيف أكريت لدينا غان مسايس لدينا أيضا لعبين من العياد الطاقيل الذين يدخلوا ويلعبون ند لند مع أي منتخب الحاجة الثانية ما حامل الواحد يقول لك أن إسبانيا تعمدت الخسارة ضد اليابان لكي تلعب ضد المغرب برامل أنني لا أتفق مع هذه المنطقة لو أن كوستاريكا ربحات ألمانيا كانت هي غد تأهل وليابان وإسبانيا وألمانيا يتقسون أنا كنت منها من كل قلبي على أن إسبانيا تكون حقرانا بغيتهم يحقروني أسيدي وما المرشحين وما أحسن مننا وما أفضل مننا إذا كانت إسبانيا حقران مغريب هذه المسألة تصب في مسلحة المنتخب المغريبي الحاجة الثالثة المغريب دائما تيعطي لما تكون مرشح على مدار التاريخ المنتخب المغريبي لما تكونوا عواليين يدعوا شيئا أو على الأقل يوصل المقابلة النهائية لا تدعوا حتى شيئا والمنتخب المغريبي لما تمشي بوطولة ومشي مرشح تفاجأنا وتقدم مستويات كبيرة ونذكركم بكأس إفراقية في 2004 لما تمشينا ولعبناها في تونس بمنتخب شاب بقيادة بادو الزاكي حتى شيئا واحد ما كان عوال على المنتخب حتى شيئا واحد ما كان عوال وصلنا للمقابلة النهائية وكنا قريبين جدا من تحقيق اللقب الإفراقي دائما لما تكونوا مرشحين تندروا مستويات كبيرة وفي هذه كأس العالم حتى هي حتى شيئا واحد ما كان كيراحم على المنتخب المغريبي والحمد لله لغاية الآن في مرحلة المجموعات تعادلنا مع كرواتيا ربحنا بلجيكا وربحنا كندا هذه مجرد بداية ومازال مازال ومازال إن شاء الله طامعين في المنتخب المغريبي لكي يقدمنا مستويات أفضل ماتش المغرب وإسبانيا ديربي لقاء الجيران ولقاء أيضا تلعب طابع التأريق عمرني منسا لقاء 2018 اللعبنا في إسبانيا كنا الطرف الأفضل ربحين بواحد تعادلوا معنا عاود ربحنا بجوج وسجلوا علينا هدف الدقائق الأخيرة بمساعدة الحاكم المنتخب المغريبي كان هو الطرف الأفضل ودائما الديربيات كان تلعب على جزئيات صغيرة حتى شيئا واحد ما يكون مرشح خمسين خمسين يعني أكيد على أن اللقاء دير إسبانيا والمغريب ستلعب على جزئيات صغيرة والمنتخب اللي ستلعب على جزئيات صغيرة هو المنتخب الأقرب لتحقيق الانتصار والمنتخب أيضا اللي سيستغل أنصف الفرص هو اللي سيدوس لربوع النيائي الضغط كله على المنتخب الإسباني ماشي على المغريب المغريب حقق تأهل الدور الثاني ما تنقولش على أننا قانعين بالتأهل الدور الثاني ما زال إن شاء الله بإمكاننا على أننا نمشي لأبعد نقطة ولكن الضغط كله على إسبانيا الصحافة الإسبانية من بعد الهزيمة ضد اليابان نهالت يعني نهالت بالانتقادات على مدرب الويس إيريكي واللاعبين وطالباتهم باش يحققوا نتائج جيدة فيما هو قادم من اللقاءات المنتخب الإسباني غيدخل اللقاء وهو مطالب بالانتصار عكس المنتخب المغريبي اللي غيدخل ماشي كمرشح ولكن باش يستمتع باللقاء وياخد إن شاء الله تأهل لربوع النيائي المغريب على مدار المشاركة في كأس العالم كيربح المنتخبات الأوروبية في تاريخ المشاركات في كأس العالم حققنا ربعات الانتصارات وهذه ربعات الانتصارات كلهم جاءوا على حساب منتخبات أوروبية وآخر انتصار حققناه في مرحلة المجموعات ضد المنتخب البلجيكي منتخبات الأوروبية تتلعب كرة مفتوحة بحكمة لأن 70% من اللاعبين دينا كلهم تلعبوا في أوروبا عندهم عقلية انتصارية تعرفوا يجريوا اللقاءات ضد المنتخبات الأوروبية وهذه المسألة تصد في مصلحة المنتخب المغربي حاجة أخرى بغيت نتحدث عليها المنتخب الإسباني منتخب يعتمد على احتكار الكورة يحتكر الكورة بزاف نعطيكم مثلا ضد اليابان إسبانيا دارت أكثر من ألف تمريرة وإلا أعتدتكم دابا واحد الإحصائية الـPosition de Val 86% والـ 84% الإسبانيا مقابل 16% لليابان وما يربح في اللقاء؟ المنتخب الياباني بـ 16% احتكار الكورة تمكن من تحقيق الانتصار بهدفين لها في واحد احتكار لا يعني شيء في كرة القدم والمنتخب المغربي ضد بلجيكا لم يكن لديه كورة المنتخب البلجيكي هو الذي كان يحتكر كورة ولكن نحن خلقنا فرص أكثر وكنا قاربين على أننا ننتظروا بكتر من جوج يعني بـ 3 أو 4 لو أن اللاعبين دينا استغلوا الفرص التي أتيحت لهم أنا متأكد على أن في اللقاء ديال المغربي إسبانيا سنعطيهم كورة ديروا ما بغيته باسم ولكن ذاك اللعب السلبي كورة تعرضية كورة طولية المنتخب المغربي المفتاح التأهل ستكون عندنا سرعة في الهجمات المرتدة يعني المنتخب الإسباني خصوصا فوسط الميدان إذا كان لعب يمكنه يمارس الضغط على بوسكيت بوسكيت المجساوي تراجع كثيرا إذا ضغطنا عليه يمكننا استغلوا الأخطاء ديره والهجمات المرتدة كانت تقنوها بواحد سرعة كبيرة عندنا حكيمي عندنا المزراوي عندنا النصيري عندنا بوفان هذي اللاعبين كلهم يمكنك يمتازوا بالسرعة وأيضا يتقنون الهجمات المرتدة المغرب ضد بلجيكا ما كناش محتاكرين كورة المغرب ضد كرواتيا ما كناش محتاكرين كورة وتعادلنا وكنا قاربين من تحقيق الانتصار يعني المنتخب المغربي تنظر على أنه غير العب بنفس الأسلوب اللي شفنا ضد بلجيكا غيرتكوران إسبانيا ولكن يعني تكون عندنا النجاعة الهجومية إلا جتنا على الأقل يعني نصف فرصة يجبنا نسجلوها يعني هذه الأسباب كلها تدخليني نشوف على أن حضود المغرب قائمة لتأهل الربع النيائي منتخب الإسباني ليس أفضل من المنتخب المغربي 50-50 الفريق الذي يكون حاضر دهنيا وبدنيا ويستغل أنصف الفرص هو المنتخب الذي سيتأهل الدور القادم وإن شاء الله تأهل يكون من نصيب المنتخب الوطني المغربي خليوا لي الأراء ديالكم فيما يخص جميع النقاط اللي تحددت عليهم إلا كان لديكم شي فكرة أخرى كتبوها في التعليقات ونتناقشوا كما هو العادة بشكل ودي إلا أعجبتكم الحلقة دعمونا بلايك واشتركوا في القناة بجدائما ينسيكم جليل لأول بأول كان معكم أرداء من قناة خورة فانس السلام عليكم